السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تاسيس بن تعقيد. ان شاء الله نهاردة هنتكلم على آآ الدرس الاول والتاني آآ صف الخمس بداية برايم فيف ات ذا بلانتريم ات ذا بلانتريم ات هنا حرف جر بيستخدم على الاماكن الصغيرة ات ذا بلانتريم تاني ات ذا بلانتريم في مبنى القبة السماوية. هنشوفوا الكلمات والفونيكس اللي فيها يا جماعة. مبنى القبة السماوية يعني بلانتريم 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 نجوم يعني ستارز ستارز كواكب يعني. فهم بقولها بلانت انا شايف انها عشان الاي ساكن اي. اي ساكن اي يا جماعة انا بقولها بلانتز. هما كلهم بقولها بلانتز. انا شايفها ان اي ساكن اي. هقولها بلانتز. اي. هنطل اي باسمه بلانتز. بلانتز. مطعم لبيع واجبات الخفيفة اسمه ستناك بار ستناك بار هدية يعني جفت ومحل يعني شوب بحطهم مع بعض يعني محل الهداية عرض أطفال يعني لو شلت يعني يمزح يلحق بي مدقر لبيع الكتب عظيم يعني ايه هنا بيعمل لي وقت يعني طايم متحف ميوزيام ميوزيام والتانية شورت عطشان يعني طلع لسنة في وقبة الغداء يعني جائع يعني هانجري ها ها هانجري يجب أن هاف تو هاف تو هاف يعني يجب علي هاف معناها يعني يمتلك أو معناها يتناول لما حط لها تو يعني يجب علي مفروض علي يعمل حي دلوقتي تمام بقول لي هنا قات بتيجي مع الأماكن الصغيرة أذى بلينتريام أذى ميوزيام أذى هوم الأماكن الصغيرة استخدم كلمة كاتش بمعنى يمسك وتستخدم مع بعض وسائل المصلات يعني يعني يلحق بالوتوبيس هاف تو تستخدم للتعبير عن الضرورة احنا يجب علينا أن نلحق بالوتوبيس وهنا كمان بقول لي إنه كان عرض عظيم ما عندناش وقت تيجي مع تيجي مع الضمار الجمع أما لو من المفرد هقول تمام طيب زاد اسم الشيء زاد فور لشخص هشتري حاجة لشخص أنا شتريت ألم لمي أنا شتريت ألم لمي طيب الدرس الثاني الكواكب أو الأول المحاطس دي عند طلب بالإذن من شخص ما هنقوله هل يمكننا أن نذهب إلى محل بيع الهداية عند الرد بعدم نوفقه رفض الطلب هنقول احنا ما عندناش وقت احنا ما عندناش وقت ممكن نروح ناكل لقمة شوية على السريق على السريق كده ما عندناش وقت ما عندناش وقت تمام عند التعبير عن الرغبة في شيء ما زاد الفعل في المصدر أنا عمد أنا أريد أنا أشتري هدية لبابا يعني أنا عاطشان هنا أنا عادة تشتري هدية لبابا لما قتلهم ما فيش وقت أنا عادة تشتري هدية لبابا عند ارباع عند التعبير الضروري لكيان بشيء هتستخدم يجب علينا أنا أرحج وطبيس جماعة سماها هيري مش هاري هي بعمل صوت اغلب الناس والمدرسين بقولها هاري بسمها هاري 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 يعني احنا هبرحنا منيجي بسرعة على لاي كرامك يا شيخ عشان بس اجيب هيديه لباب وي 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 يعني سوفا سوفا نأتي بسرعة يعني وي 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 هاري هاري الدرس التاني المرتبط بديه اللي هو الكواكب العطارد يعني الزهرة يعني الأرض يعني كوكب المريخ كوكب المشترع جوبيتر جوبيتر كوكب زوحة ساترن ساترن أورانوس اسمه يا جماعة يورانوس مش أورانوس نيبتون اسمه نيبتون والتيوب عاملت تشا تشا نيبتون بلوتو اسمه بلوتو عاد جدا بلوتو ثاني ميركري ميركري فينس فينس إيرث إيرث مارش مارش جوبيتر جوبيتر ساتر ساتر يورانوس 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 نيبتون نيبتون لوتو وده يبقى الدرس الأول والتاني في اليونت آآ الثري بقول لي هنا تفضل التذكرة يعني تفضل التذكرة تمام ياخذ الصورة وانا ايضا ما الخطأ لا تقلق لا تقلق بقول لي هنا ميركري كوكب عطارد هو اقرب الكواكب الى الشمس نحفظ الوصف ده جماعة عشان يمكن يجيب الانتحان كوكب الزهرة هو الثاني الشمس بعد كوكب عطارد وقبل الارض كوكب المريخ والرابع الشمس بعد كوكب الارض وقبل المشترة بعد كده جوبتر يعني المشترة هو اكبر كوكب في المجموعة الشمسية كوكب زوحل هو السادس من الشمس بعد كوكب المشترة وقبل ايه وقبل اورانوس كده ده الدرس التاني كل تفاصيله ان شاء الله انتظرو لنا في فيديوهات اه اخرى في هنا قاعدة مهمة بقول لي كلمة بتيجي بدون مع الضمائر الجامعة جماعة اللي هو الاي والزي والي والاي تمام اه اه زي وانت اه يوانت اما بتيجي فيها اس مع ضمائر المفرد اللي هي هي والشي والات زي كلمة لايك ولايك بتيجي مع المفرد تمام والله اه مع اتخذ وانتو والهي والشي يولي اتخذ ايه وانتو سزاد الفعل فين في المصدر بعد كده ضمائر الملكية الاي تبقى مي ضمائر مفعول ضمائر الفعل الاي تحاول الى مي هي بتحاول الى هم شي تحاول الى هير ات تحاول الى ات ويتحاول الى اص يتحاول لايو زي تحاول الى ثم لسنتو هم استمع اليه بليز هيلب مي ساعدني لوكات هير او شي از رانين بص لها كده هي بتجري كان اي اسك ثم سام كوستشن ممكن اسألهم شوية اسئلة ده بالنسبة للدرس الاول والتاني من اليونت براين ضايف وشكرا وسلام عليكم ورحمة ركتهم